تكفيريون بنظر ميليشيا الحوثي وكفار بنظر تنظيم القاعدة الشرعية والجيش الوطني يخوضون حربا واحدة على جبهات مختلفة فبعد أكثر من عام على احتلالها من قبل تنظيم القاعدة تمكنت وحدات من الجيش الوطني من تحرير مدينة المكلة عاصمة حضرموت الوحدات العسكرية مدعمة بقوات من التحالف العربي وطيرانه حررت المدينة بوقت قياسي سقط جراها عشرات من تنظيم القاعدة وفر آخرون تأتي الحملة العسكرية بالتزامن مع مشاورات الكويت التي تخوض فيها الشرعية اليمنية نزالا دبلوماسيا من أجل استعادة البلاد ومؤسساتها من يد الميليشيا ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابيان يتفق الإثنان والاختلاف بينهما فيما يتعلق باستهداف الشرعية والجيش وتفخيخ الأمن في البلاد فقد تكشفت أوراق اللعبة وباتت واضحة أكثر من أي وقت مضى بعد تحرير المكلة القاعدة والدواعش اللذان لطالما كان مصدر للارتزاق السياسي لميليشيا الحوثي ومن قبلهما صالح قبل أن تدخل البلد في حرب ضروس في حجة الحرب ضد الإرهاب خسر الحوثي حجته وانهارت مبرراته التي سوقها طويلاً باعتفاره وكيلاً للآخر في الداخل والخارج في حربه ضدها وأصبحت مكافحة الإرهاب في المكلة عدواناً وغزواً أجنبياً كما تحدثت قيادات في الصف الأول للميليشيا فقد رفض وفد الحوثي وصالح في الكويت مقترحاً من الأمم المتحدة بإصدار بيان يؤيد العملية العسكرية ضد تنظيم القاعدة في المكلة وأبيان ومعه توالت صيحات التنديد بالحرب وبدى الإنزعاج واضحاً تجاه تلك الحرب ضد القاعدة من قبل الموالين لصالح والحوثيين وهو ما دفع بالكثير من المراقبين لتفسير هذا الإنزعاج أنه مثل ما تم تسليم المدينة لتنظيم القاعدة واستبدال ملابس الزي العسكري بالملابس الأفغانية تم تغييرها اليوم في مشهد يؤكد انتماء الجماعات الإرهابية لحاضنة واحدة وأن الحوثي والقاعدة وجهان أسودان لإرهاب واحد تساؤلات عما يمكن أن تتركه هذه الحملة العسكرية من تأثيرات على مستقبل المفاوضات واستعادة سلطات الدولة إذا ما كانت ستعزز من فرص سيطرة الدولة على بقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر